السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ناس اليمين من قناة اكلات بيتي كل سنة وانتوا طيبين هنكمل النهاردة دائق اكلات العيد وهنعمل مع بعض طبق حلو قوي وسريع تعمليه في العيد جنب اي اكل هنعمل البريك التركي البريك التركي اكلة حلو قوي وسريع مش هتاخد منك دقائق وبص يطالع شكله وطعمه كمان حلو قوي بس يلا قبل ما ابدأ واشتغل تمشي وتنسيني يلا اشتركي في القناة فعالي الجرس واعملي لايك يلا نبدأ ونقول بسم الله هنشوف مع بعض المكونات اللي هنشتغل بها النهاردة لحمة وفروم وبصل فلفل الوان وملح وفلفل اصمر ومعلقة بيكينج بودر وباية لبن وماشروم سواء مجفف او فرش انا هستخدم النهاردة الفرش لو مش متوفر عندك الفرش ممكن تحطي المجفف لو مش عايزة تحطي مشروم اوكي بس المشروم بيدي طعم حلو قوي في الاكلة دي وطبعا زبدة والجلاج وبضايا بالنسبة لمقدار اللحمة والبصل لو هتحطي ربع كيلو لحمة هتستخدمي ربع كيلو بصل لو هتستخدمي نص كيلو لحمة هتستخدمي نص كيلو بصل وهكذا يعني مقدار اللحمة هي نفس مقدار البصل ده بالنسبة للحمة العصاج خليها قاعدة اساسية مقدار اللحمة هو نفس مقدار البصل يلا بقى نبدأ نشتغل هنعمل دلوقتي اللحمة العصاج نزلت بالزبدة وبعد الزبدة نزلت بالبصل حطيت الزبدة ساحد وارح تحطى البصلة يدوب البصلة هتدبلت معاكي هنزل باللحمة وبعد محطيت اللحمة طبعا هتحطش الملح والفلفل أصمر وأنا زويت زنجبيل رشة الزنجبيل بتبقى حلوة قوي كمان طبعا بتعصج اللحمة بالشكل ده قطعت الفلفل الألوان أحمر والأغضر والأصفر والمشروم بس قطعتهم بشكل ده حتة صغيرة ما تقطعهاش مكعبات كبيرة أنا عايزيها أجزاء صغيرة هنزل بهم على اللحمة العصاج الفلفل والمشروم مش عايزاهم يستووا مع اللحمة يعني أنا بعد ما بتعصج اللحمة تنزلي بهم يدوبك الفلفل والمشروم يشم النار كده شوية وبس ما تدبليش الخضار ده خالص مش عايزي يبقى دابلان هنجيب ورقتين من الجلاش أنا بعمل ورقتين ورقتين دولة ورقتين فوق بعض هبدأ قدهن زبدة بالفرشة كده تمام؟ بصي دولة ورقتين ازاي؟ حبت زوجي ورقة ثالثة بس هتبقى للطبقة يعني طخينة لكن ورقتين حلوين هنزل بالخضار كده على طرف الجلاش مش في النص لأ عايزيهم من هنا كده وهبدأ اضغط وألف وانت بتلفي حاولي تضغطي شوية بالشكل ده كوني مجهزة صناية ودهناعة طبعا زبدة بالفرشة برضو وهتحط الجلاش اللي أنا آآ لفيته بالشكل دو هنعمل واحدة تانية مع بعض برضو ورقتين جلاش مع بعض بتدهين الطبقة الاولى زبدة وبتحط الخضار انا هبدأ دلوقتي اجيبه تانية كده بالمعلقة تضبطي كده وتبدأ يتلف هتبقى بالشكل ده بعد حطيها طبعا في الصناية هعمل دلوقتي الخليط الهزئ بيه الجلاش اعباره عن البضاية هنزل بالبيضة دلوقتي وكوباية اللبن وهحط طبعا البهارات الملح والفاش الأسمر ومعلقة البيكنج باودر معلقة صغيرة من البيكنج باودر آآ بتخلي الجلاش هاش وببدأ اضربه كده بالشوكة مع بعض تضربه كويس آآ بتكون يخلص طبعا كده مخلصين الصنية معنا بصير اصناه بالشكل ده الجلاش هبدأ ازقيه باللبن والبيض اللي انا عامليا بالشكل ده بصي تزقيه كله كده بكوباية اللبن والبيض تمام وحدهن الوش كده بشوية زبدة وهبدأ اقطعه طبعا هو كده بقطاري معي كيف هتقطعيه بسهولة لو دخلتي الفرن من غير ما اتقطعيه هيبقى صعب ان بعد كده تقطعه يقصر منك آآ وهارش شوي تحبط البركة كده على الوش هتدخلي الفرن على درجة 180 على الرف اللي في النص ونشوفه مع بعض بصي انا اخطاه على الشبكة وطبعا بأكد عليك درجة 180 بصي بياغلي ازاي اللبن والبيض وطلع ريحته حلوة جدا وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن يارب يكون الفيديو عجبك لو عجبك الفيديو يالله اشترك في القناة فعلي الجرس وعملي لايك اشتركوا في القناة